السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أكيد تعرفون أنتو أنه بعالم اندرويد أكو أكثر من ألف تليفون وموديل ينزل كل سنة من 99 دولار إلى 2000 دولار وأكو أغلهم بعض بس هذا الحباب اللي بيدي أنا أشوفه جهاز للناس المحترفة للناس العملية والناس اللي شغلها الوقت الطويل برا البيت أو المكتب ناس تريد جهاز عملي وقوي وما يطفى وما يدوخها وهذا بالضبط هو X7B واسمح لي هنا ليش بالضبط أنه راح تتفاجئ أنا متأكد خليك ويايا وحسا راح تعرف كل التفاصيل بس قبلها أكيد تريد لايك من يديك الحلوة للفيديو واشتراك كل قناة دعاما مشترك ويلا نبلش أنا محمد وهنا نبيكم الفيديو اليوم وهمشين أي إنسان عاملي يعتمد على تليفون بحياته هواية هو البطارية واللي مثل ما تعرفون النقطة الأخطر بأي تليفون لأن كل التليفونات أو 99% منها رغمش قد شفني فيكات وأنواع أو أحجام والبطاريات وتقنيات شحر رهيبة بس كلها أو أغلب التليفونات تموت بطارياتها وهي ما مخلصة يوم كامل زين أنت عسكري أو مهندس أو أي مهنة مو مكتبية ومتحرك هواية لازم هاي النقطة تحصرك في لحظة من اليوم وتحتاج على الأقل مرة باليوم تتخيط ويا شاحنة بالحياة أو تشيل لك باوربينك ثقيل وياك ويا هذا الحباب كل 3 يام يلا تحتاج تشحن التليفون وذا شغلك وسط أي 3 يام وذا أنت لا شغلك قوي فيومين يلا يجوز يجوز تخلص بطاريته لهذا الأكس 7 بي لأن هنا عندك بطارية عملاقة 6000 مليا أمبير هذا الرقم مول فيه كبيترة لا عادي وكو مثله وكو قريب عليه بطاريات بس هنا لعبة بالسوفت وير والشاشة والمعالج لكلها مختارته أونر حتى تنطيك أطول عموة بطارية ممكن هنا عندك شاحن سريع خفنسة 35 نوات محترم بالسعر بنظام شحن خاص من أونر حتى يفول لك بطارية من صفر للمية بقل من ساعتين بشوية وأعرف هذا الشحن مو حارق خارق وسطوري بس هذا أونر تعتبره الرقم المثالي اللي تخلي حتى البطارية ما يتأثر عمرها بشحن أعلى بدون ما تخلي لك شحن أقوى بهواية بس تحتاج تضيف لك أنظمة وشرائح لحماية تصعد لك من سعر الجهاز لأنها يرفع من الأجهزة العملية أسعارها لازم تصير أسعار حين مريحة ولو أنا أكسب عبي توفر رسميا بالسوق العراقي بسعر 139 دولار يعني تقريبا 215 ألف دينار عراقي لحظة أعداد هذا الفيديو وبهذا التركيبة من المواصفات مقابل السعر رح يكتسح منافسي وبقوة شغلة ثانية فيك بهذا التليفون هي رغم أنه بطارية عملاقة بس الجهاز كلش نحيف إذا مو أنحف جهاز بيهيج بطارية 6000 ملي أمبير بالعالم سمك الجهاز مثل ما تشوفوه و 7.8 ملنم بس وزنه لطيف أقل من 200 غرام بشوية هذه غريبة وأول مرة تسمحي جوز بس نحافة التليفون وشاشته وظهره لفلات والحفات العدلة والمتدرجة مرحلتين حتى ما تأذي إيدك من تستخدم التليفون وتخليك مرتاح حويل X7B طبعا جهاز أملاقه طويل ومو عريض بنا بس الوقت يعني طوالاني أكثر من غير أجهزة قبل لا أنسى التليفون جايك من مصنعية بلاستيك للظهر والأطار وهذا شي طبيعي بحكم فئة الجهاز وللأمانة الظهر يبصم حيل وبسرعة خصوصا اللون الأسود يخرب على البصمات مع الإيد وكو بعد لون أبيض أزرق ومتدرج هم رهيب هذا اللون لديك مدخل ذاكرة خارجية ومدخل سماعات الرأس 3.5 مليم هم موجود قلي ببالك أنه بلوتوث ونفسي وآي آر موجودة كلها بس حرامات راديو موكو لأشاق الراديوات عرفتوا ليش قلت لكم هذا الجهاز للناس العملية والمحترفة كل شي بيه تحتاج موجود وبمستوى زيان وعلى طار الزيان تعالوا شفوا الشاشة الأملاقة والحلوة والزيانة شاشة فلات عدلة مو مقوسة نوحة LCD دقتها ممتازة يعني كل شي راح تشوفها بيها حلو وكريستالي ألوانها لطيفة وإضاءاتها عالية 9.850 شمعة يعني بره لبيت تقدر تشوفها وما أقول لك رقم خرافي بس أحسن بهواية من 500 أو 600 شمعة لتشوفها بهاي الفئة هواية شاشة همات سريعة وترددها 90 هيرتز فرح تشوف كل شي ناعة مسلس ونتتحرك بالواجهات أفلام مسلسلات وتصفح رح تتونس لأن شاشة حل شبيرة 6.8 إنج والقطع والحمد لله صار داعري صغير ومدامعة وتقدر حتى تخفيها من الضبط إذا يأجبك بس حافاتها الجوة شبيرة شوية البقية كلها نحيفة ورفيعة هذا ليش موهي شي مادري وهذه الحافة هي ملاحظة الوحيدة على الشاشة بس اللي يخلاني أتونس من صدق بالشاشة أكثر هي سماعات الستريو اللي أخيرا أونر بدت تتخليها وبكل أجهزتها أونر تهتم حيل بأنظمة الصوت بتليفوناتها جودة ونقاوة وفيكات سوفتوير تحصل لك من التجربة حتى بأجهزتها الاقتصادية سماعات الستريو عندك محيطية هنا والحلو بتدعم الهايرز اوديو يعني تنطيق صوت أجدي صافي وحيل عالي وإذا أنت مكان بأصوات عالية ادفع دقمة الصوت للأخير تحصل على علو أضافي للضعف أو 200% الجودة بي شوية قل بس عالي يصير حيل حتى تسمع أبراحتك ملاحظة واحدة عادة بالصوت هي مكان الدقمة شوية عالي والدقمة صغيرة حسيتها جوا أيدي ورغم أنه هواي قلتها اليوم بس هو جهاز عملي حتى بالكاميرات طبعا الطبيعي بهذه الجزء إنه كاميراتها عادية هنا عندك العدسة الأساسية اللي الناس أغلبها تعتمد عليها عدسة قوية ويمتحسس 180 ميجابيكسل المشهور وهنا بالتصوير الفوتو خلي على يبنك واعتمد عليها الصور بالنهار أو الليلة الممتازة البورتري عندك راقي حيل وعندك بورتري للاثنين اكس موجود وذا ما تعرض فهذا الاثنين اكس يعتبرها بالعالم مصورين البورتري لنسبة مثالية لهي تشينو صور هاي النماذج مثل ما تشوفوها قدامكم بس بالفيديو لا الوضع عادي جدا فيديوهات فل اجدي 30 فريم بالثانية بس من العدسة الأساسية هذه رغم قوة وهذا الشيء هو اهم ملاحظة على التصوير فهذا التليفون اما فيديوهات مع عدسة سيلفي فتصور لك 30 fps وفل اجدي بس بس الصور منها جيدة وحلوة اذا كانت الاضاء زينة وبالليل الوضع الكاميرا سيتراجع التفاصيل جيدة رغم انه متحسس سيلفي قوة 8 ميجابيكسل بس باقي العدسات عادية ماكرو ألترا وايد موجودة كعدد انا انصحك تعتمد على العدسة الأساسية انجوي طبعا الضعف بالفيديو مو من المتحسس الأساسي لا صديقي لان هذا المتحسس يقدر يصور لك فيديوهات 4K 60 frame و HDR بعد بس المشكلة هنا هي من المعالج ايه صديقي المعالج اللي اعتبره نقطة ضعف ونقطة قوة بنفس الوقت بهذا الجهاز لان هنا المعالج هو سناب دراجون 680 وهذا معالج اقتصادي معمارية 6 نانو متر اهم فيه كبير انه استهلاك البطارية جدا ممتاز وهذا خلاه ينطهيش اداء ستوري البطارية X7B جربنا هذا المعالج بصراحة هواية جزء خصوصا اجهزة اونر اونر حيلة حبه ومعتنية به ومعدلته على مزاجه ومزاج اجهزته حتى تأثر اداءه خصوصا بالالعاب بابجر رح تلعب برسوميات وسط ومعدل فريمات وسط بين ال40 وال50 فريم اما هذا عالجينا نقعب Call of Duty يعني اداء لطيف ومستقر باي حمل او لعبة بسعر هذا التليفون بس مو معالج مبهر للامانة ولا غريب على الفيه اذا مو نقول العكس صحيح جتت منه مثل ستة جنوان كانت تفرب الاداء بعد احسن بس قتلك وعيدها الجهاز للناس العملية شاشة وبطارية على العالم مصنعية واضافات ممتازة ونظام شبكات جدا راقي ما تفصل الشبكة لو تحط روحك بروحك استخدام وسط وغيمينج خفيف في الامور لوز لوز مخاف انسى في الجهاز يجيك برام 12 جيجا وذاكرة 256 جيجا 6 جيجا رام اساسي و 6 جيجا رام بتقنية الرام تيربو اللي تاخد لك من مساحة التخزين الداخلية وضيف لك اهل الرام خلي ببالك جهاز يجيك بوجة اونر لماجيك او اس 7.2 اللي مبنية على الاندرويد 13 طبعا لازم نثبت انه التحديثات راح تجي للجهاز سنتير فقط يعني للاندرويد 15 بس هذا بس هو نقطة الضعف الاهم بالواجهة الباقي تقرفوه وتحبوه من واجهات اونر نفسه موجود وبعد احسن واسلس وبكل مكان تشوف اداء مستقر وثابت بدون اي كلتشات او تهنيقات ولا ايداعي بصراحة الاكس 7B صفقة لطيفة حين بهم ملاحظات اكيد لكن الباكتش ككل يسوى عندي واعتقد لهوايا ناس انتو ش تقولون يسوى هذا الجهاز بحكم سعره كتبونا رأيكم صندوق التعليقات ولا تنسون سنونا لايك هذا الفيديو تابعونا على بقية صفحتنا وللروابط تلقوه بالوصف اسفل هذا الفيديو شكرا لكم وشكرا حسن متابعتكم ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي تحياتي لكم في امان الله